وان دايركشن وكأس العالم لكرة القدم السيطرة على حسابات مستخدمي تويتر لهذا العام الذي نال بقوة لقب عام السلفي حب المغاردين للصور الشخصية التي يلتقطونها بأنفسهم عبر كاميرات الجوال لم يظهر إشارات تراجع فقد ذكر مستخدمو تويتر الذين قارب عددهم 300 مليون شخص عبارة سلفي هذا العام أكثر من 92 مليون مرة وهي زيادة بمعدل 500% عن عام 2013 تغريدة المغني هاري ستايلز عضو فرقة موسيقى البوب وان دايركشن التي يشكر فيها المعجبين احتفالا بمرور السنة الرابعة على كونهم فرقة واحدة تصدرت التغريدات التي أعيد تغريدها من قبل بريطانيين بينما حطم كأس العالم لكرة القدم أرقاما قياسية باحتلاله المرتبة الأولى عالميا كأكثر موضوع تناوله المستخدمون بتغريداتهم حيث فاق عدد التغريدات بشأنه 670 مليون أما صورة السلفي الملحمية التي عطلت تويتر لكثرة إعادة تغريدها في وقت قصير بقيات من نصيب لقطة السلفي لألين دي جينيريس بصحبة عشرات نجوم هوليوود في حفل جوائز الأوسكار وعلى رأس لائحة الحسابات التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين فجاء حساب كيتي باري ب61 مليون متابع يليها جوستن بيبر ب57 مليون ثم حساب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقرابة 51 مليون متابع ديالا أبي زيد دويهي العربية